إلى الوقفة الرياضية مع كريستين داغر كريستين أخيرا رسميا تم حسم مصير مصابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طبعا بعد ما كانت توقفت بسبب فيروس كورونا ستعود هذه المنافسات في شهر أغسطس لكن ماذا في تفاصيل العودة والقوانين الجديدة؟ كارولينا أكيد اليوم الجميع كان ينتظر هذه العودة وفرح لهذا الخبر اليوم الذي يأتي بعد استئناف كل الدوريات الأوروبية تقريبا ولكن الشامبينزليك كما نعلم دائما لها طعم خاص هي بطولة تضم اليوم أقوى الفرق الأوروبية صحيح أنها ستعود ولكن كما قلت بشكل مختلف كليا سنبدأ بمباريات دورة الستة عشر التي توقفت عند البطولة ستستأنفك المعتاد كل فريق على ملعبه ذلك في ستة أغسطس ولكن بعدها ستقام بطولة مصغرة من دور الثمانية أو ثمانية فرق في ليشبونة البرتغالية ابتداء من 12 أغسطس على شكل مباراة واحدة أو مباراة إقصائية بدلا من الذهاب والإياب التي اعتدنا عليها لنصل بعدها إلى المباراة النهائية في 23 أغسطس لماذا ليشبونة بالتحديد؟ أولا لأن الدور البرتغالي كان من أوائل الدوريات التي عادت بعد التوقف ليشبونة هي مدينة فيها أكثر من ملعب هناك ثلاثة ملاعب يمكنها استضافة كل المباريات بالإضافة أيضا إلى أنها قريبة جغرافيا من الفرق المشاركة وهي وسط أوروبا كما تعلمين كارولينا نهاية شامبينزيك كان مفروض أن يقام في إسطنبول في مايو ولكن نظرا لظروف فيروس كورونا توقفت ولكن الاتحاد الأوروبي وعد المدينة بإقامة نهاية العام المقبل في إسطنبول نوع من تعويض عن هذا العام أما سريعا بالنسبة لليوروباليك أو الدوري الأوروبي سيطبق نظام مشابه لعودة الشامبينزيك ولكن الفرق ستدخل إقصائيات دور الثمانية في أربع مدن ولكن ألمانية من بينها كول وستكون المباراة النهائية في 21 أغسطس يعني كريستين بعد طول انتظار تعود الدوريات والدوري الأهم هو الدوري الإنجليزي والجميع بانتظار الخمة المؤجلة بين أرسنل ومانشستر سيتي أيضا بطبيعة الحال ستكون العودة مختلفة دون جماهير ونحن نعرف تأثير ومدى أهمية جمهور طبعا خاصة في الدوري الأقوى بالعالم كيف برأيك سيؤثر على اللاعبين وعلى حماسة اللاعبين خلال هذه المباراة؟ كارولينا بالطبع غياب الجماهير اليوم سيؤثر يعني إذا نحن كمشاهدين حماستنا قلت عند مشاهدة المباراة الحالية بدون جمهور فما بالك بهذا اللاعب الموجود في الملعب والذي كان يعتمد على التشجيع لإعطاء أفضل ملده ولكن يعني لننظر إلى الإيجابيات بعدما صار طويل من النقاشات وحتى الأخذ ورات بشأن استئناف الموسم من عدم يعود البيماليك بعد توقف حوالي 100 يوم بسبب فيروس كورونا ولكن بشكل جديد ومختلف وتحت إجراءات احترازية مشددة جدا كما قلت المنافسات ستنطلق بمبارتين مؤجلتين من المرحلة 28 الأولى بين أسن فيلا وضيفه شافيل ديونايتد والثانية بين مانشستير ستي حامل اللقب وضيفه أورسنل ولكن هناك نظام جديد يعود من خلال البيماليك أولا بالطبع غياب الجماهير والمشجعين عن مدرجات الملعب إجراءات صحية صارمة هناك عدد محدد من العملين والمسؤولين على أرض الملعب الكمامات الزمية لكل من يجلس على دكة البدلاء سيسمح لعدد صغير من وسائل الإعلام بالحضور وتغطية المبارات أيضا التبعض الاجتماعي بين اللاعبين الجباري ولكن لا أدري إلى أي مدى هذا قابل للتنفيذ بين اللاعبين لأننا رأينا فشل هذا الإجراء إن كان في البوندسليجا أو الليجا التباعد انتقد كثيرا لأنه شبه مستحيل في كرة القدم لكن لنبقى في الإيجابية كريستين التي تحدثت عنها ما بعرف اليوم كيف سيكون رأي مشجعي يوفنتوس وأيضا نابولي في النهائي الذي سيكون اليوم بزمن كورونا دون جمهور صحيح يعني صراعه سيكون نهائي بطعم مختلف هذه السنة لملاحظين لأن الفائز ستكون فرحته منقوصة بدون الجمهور الليلة سيقام إذن نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ونابولي في ملعب الأولمبيكو لأول مرة بالتاريخ بدون جمهور يوفنتوس كما نعلم كان تجاوز ميلان ويسعى للقب الثالث على التوالي نابولي فاز على انتر حقق مفاجأ يقدم أداء جيد ويحاول العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل كارولينا صراحة من تابع نصف النهائي يشعر اليوم بأن نابولي ظهر بأداء أفضل من يوفنتوس بعد العودة من التوقف أداء اليوفي يقول بعض لم يكن مقنع رغم الأسماء الكبيرة الموجودة في صفوفه ولكن ربما نتفهم نوعا ما ضعف الأداء أو عدم الظهور بالشكل المعتاد نظرا لفترة التوقف وعدم التمرينات والنفسيات المحبطة يعني كل ذلك يؤثر على أداء اللاعب في الملعب أما فيما يخص التوقعات بهوية الفائز من ترجحين كارولينا اليوفي أو نابولي مجبورة يعني مرغم أقول اليوفي أو أختار اليوفي لأسباب عائلية وأحب اليوفي بطبيعة الحال نعم أنا أيضا أتوقع أن يفوز اليوفي بهذا وأيضا كان هناك إصابة دبالة والتي أخذ وقت للتعافي أيضا خلص أميل إلى يوفي في مباراة الليلة ترجمة نانسي قنقر